قرر مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد قرر اليوم تعليق قرار منع لباس البحر البركيني الذي اتخذته إحدى البلديات في ظل غياب مخاطر تابتة على النظام العام وكانت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفع القضية إلى المجلس الدستوري اعتراضا على مصادقة محكمة إدارية محلية على قرار يحضر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام التقاليد العلمانية وهذا القرار الذي رحب به ممثل والمجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا سيسري على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا